موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث هذه خصصته الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة الأربعون في هذه الحلقات هذه الحلقة أسميها حلقة الأمل البشرة الاستبشار بيقظة إخواننا في مصر وصحوتهم بعد غفوة طويلة استغرقت عشر سنوات تقريبا وظهور الحركة الوطنية أو ما سميت بالحركة الوطنية بعد ذلك التي أنشأت الحزب الوطني بعد ذلك لما دخل الإنجليز إلى مصر واحتلوها حصل جو عام من الإرهاب وأدخل ألف شخص إلى السجون وأعدم أحد قادة الثورة العرابية المسؤول عن إسكندرية تهم بحريق إسكندرية وذكرت هذا فيما سبق أعدم ووضع أشخاص كثيرون قتلكم ألف شخص تقريبا في السجون حصلت تحقيقات وجو إرهاب ضخم ونفي زعماء الثورة العرابية بعضهم نفي إلى سريلانكا سيلانت كان سمى سابقا وسرنديب قبلها أيام من بطوطة سمى سرنديب ثم سيلان ثم سريلانكا الآن ونفي بعضهم إلى مصوع وسار جو إرهاب كبير في مصر وتحقيقات وخوف عام في مصر وحصل تسليم عجيب وعجيب جدا للاحتلال البريطاني لمدة عشر سنوات موات موات في مصر ولها أسباب كثيرة بيئية وتاريخية واجتماعية ما وقت الآن حديث عنها تحدثت عن بعضها في الماضي وربما تحدث عن بعضها الآخر في المستقبل القريب في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكن باختصار شديد هذا الموات بدأت بشائر انقشاعه بذور الحركة الوطنية الحركة الوطنية لها أقطاب وأعمدة قامت عليها منها علي يوسف صاحب المؤيد منها مصطفى كامل منها محمد فريد منها الشيخ عبد عيس جاويش مجموعة حفظ بيك رمضان بعد ذلك مجموعة قامت عليها الحركة الوطنية وغذت آمال المصريين بإمكانية الجلاء البريطاني عن مصر وأنعشت أرواح المصريين علي يوسف أصدر المؤيد أول عدد صدر بعد الاحتلال بسبع سنوات هذا علي يوسف في ديسمبر سنة تسعة وثمانين بعد احتلال بسبع سنوات ونصف تقريبا يعني سنة ألف تلاثمية وستة تقريبا ظهر صوت مبشر صوت ممتلئ بالأمل في مصر ينادي المصريين ويقول لهم كلاما قويا ويقول البريطانيين أيضا كلاما قويا يقول أحق ما تقولون يعني البريطانيين من أنكم ستتركون مصر عند تمام إصلاحها وما هو الإصلاح الذي تعلقون عليه أمرا جلائكم وهل بدأتم فيه أو تم شيء منه ما كان أحد يجرؤ على سؤال الإنجليز هذا من قبل وأصلى سؤال هذا غير وارد من قبل وأخذ يستثير حمية الناس ويضرب لهم الأمثال فيقول لهم في مقالة مؤثرة طويلة ما عندي وقت أقولها كل لكن يقول إن الحياة هي مجموعة الوظائف التي تقوم بأعضاء القلب والموت هو بطلان تلك الوظائف وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الأمة فيقال هذه أمة حية إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء من جسدها قائمين بوظائفهم ويقال لتلك الأمة أمة ميتة إذا كان أخلد أفرادها إلى النوم والكسل ولم يقوم بواجباتهم وتحدث ضرب أمثلة تاريخية رائعة عن المعتصم عمورية وعن بريطانيا كيف أن كلمة سوء وردت في كتاب فرنسي مؤلف عن بريطانيا جعل أحرقوا ثلاثين ألف نسخة منه البريطاني ولم يقبلوا أبدا أن يدخل إلى بريطانيا وذكر أمثلة كثيرة من أوروبا وكذا ثم قال قال بعض الحكماء إنك إذا رأيت الغلام في المكتب يسمع وسبأ به ولا يتميز غيظا فبشر الأمة التي سيكون عضوا منها بالانحلال والدمار ولقد رأينا مصداقة ذلك في بلادنا هذه وحيث كان الفلاح يسب وأتى بمثل مصري وكانت مصر على عهد من الانحلال والبوار عهد عجيب وأخذ يوقظ المصريين شيئا فشيئا وبعد ثلاث سنوات من ظهور المؤيد ظهرت مجلة الأستاذ مجلة الأستاذ قام عليها عبد الله النديم وقصة عبد الله النديم قصة طويلة هو أحد العرابيين واكتوى بناري الثوات العرابية والاحتلال الإنجليزي ولما توبع العرابيون وتعقبوا في مصر هربوا واختفى في مصر سبع سنوات سبحان الله من 82 سنة الاحتلال لسنة 89 للميلاد 1989 بالنسبة للتاريخ الهجري وداما أحب أضرب الأوقات التاريخ الهجري وتاريخ الميلادي معا لمن ضيع أحد التاريخين فـ 1299 إلى 1306 ظل مختفيا ثم أمسك به الإنجليز ونفوه فلما جاء الخديو عباس حلمي بعد ذلك في 1292 بعد عشر سنوات من الاحتلال تولى هو الخديوية في مصر عباس حلمي وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله وتعالى 1309 سمح لعبد الله النديم بالرجوع من إسطنبول إلى مصر أنشأ عبد الله النديم مجلة الأستاذ أنشأ مجلة الأستاذ وكانت مجلة قوية في الحقيقة ومهمة لكن صدر منها أعداد يسيرة ثم أغلقها المحتل الإنجليزي لم يقبل طبعا أن تستمر هذه المجلة لكنه حمل فيها على استخراب الإنجليزي حملة لا هوادة فيها وبيّن المصريين جوانب من كيف يطالبون بالجلاء وكيف يعملون بأسلوب استهزاء بالإنجليز وفيه سخرية بهم أسلوب كوميدي كما يقولون اليوم وتحدث في كلام أيضا طويل عن ما صنعت إنجليز في مصر وفتحوا محلات القمار والخمارات وماكن الدعارة وتكلمت عن هذا في حلقات سابقة ما أعيدها وذكر أثرت ذلك في إفساد كثير من قطاعات الشعب المصري وأيضا ذكر أن إنجلترا خدعت العالم كله بعد أن دخلت مصر بتسليم الوظائف ظاهريا المصريين لكن هي تحكمت فيه من وراء ستار وتحكمت في الحكومة يعني كل الذي شرح قبل ذلك شرحته قبل ذلك لكم ذكره في المجلة بشكل جيد لكن المجلة لم تلبث أن توقفت بأمر من الإنجليز وما استطاعوا طبعا أن يواصلوا في إصدارها كلام قوي في الحقيقة ذكره أنا ما أريد أن أذكر أكثر من هذا كلام ذكرته لمن يريد أن يرجع يرجع لكتاب مهم اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد حمد حسين كتاب رائع جدا في متابعة هذه الحركات التي صدرت وظهرت إلى نهاية الحرب العالمية الثانية كتاب مهم ومتميز هنا برز مصطفى كامل مصطفى كامل ولد سنة ألف وثممية وأربعة وسبعين وتوفي سنة ألف وتسعمية وثمانية يعني ما عاش إلا قرابة خمس وثلاثين سنة بالهجري وأربعة وثلاثين سنة بالميلاد ما عاش طويلا لكنه كان شابا مستوفزا متحمسا نشطا عاملا لدينه عاملا لأمته وكان عنده فهم ووعي لا بأس به بمقارنة وعي اليوم الفهم المنتشر في كثير من المسائل التي كان أغلب أهل العصر آنذاك يوم ظهوره يجهلونها وفي الحقيقة له أياد بيضاء كبيرة جدا على مصر والمصريين وهو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية كما سيأتي التفصيل في سيرته إن شاء الله وتعالى هو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية في مصر البدايات الأولى لكن لما مات في الخامسة والثلاثين تقريبا وجاء بعده محمد فريد بيك ومحمد فريد أيضا رجل كبير وقوي وله أثار عظيمة في مصر حقيقة لكن ما كان في قوة مصطفى كامل وما كان المصريون يذعنون له يذعن من مصطفى كامل في الجملة وله أتباع كبار في الحقيقة أيضا محمد فريد وله أثار كبيرة بموت مصطفى كامل محمد فريد تقريبا انتهت الحركة الوطنية التي ورثها حزب الوفد بعد ذلك وسأتي على ذلك إن شاء الله وتعالى مصطفى كامل كان طالب مدسة الحقوق فأضافت إلى ملكاته الأصلية قدرات كبيرة في الخطابة وفي النقاش وفي السياسة وفي النظر وكان يزور أوروبا كثيرا يدور فيها يشرح المسألة المصرية وهذه ميزة لأن في مصر يخاطب من هو بين إنجليز محتلين وبين عملاء للإنجليز وبين مخلصين لا يملكون الأنفسهم شيئا فكان يعني الكل سنة له رحلة إلى أوروبا طويلة يدور فيها ويجتهد في إيصال القضية المصرية إلى الأوروبيين وسطان يحصل على صداقة امرأة فرنسية كبيرة في السن اسمها مدام جوليت آدم امرأة كبيرة عجوز كانت تناصر القضية المصرية وتنشر مقالات دبج مقالات في فرنسا لمناصرة القضية المصرية وفي الحقيقة الرجل هذا كان عثمانيا صرفا كيف من ميزاته أنه كان مع الدولة العثمانية ومع بقائها وكان يرى أن الدولة العثمانية العالية بتعبيرات ذلك العصر محتاجة لكل التأييد من قبل المصريين فهي دولة تقع في وسط أوروبا يعني أيام كانت في البلقان وكذا موجودة في وسط عدائي كبير جدا صليبي ومهمتنا يقول نحن المصريين وسائر الشرقيين أن نساعد هذه الدولة العالية وندعو الله أن يبقيها أكبر قدر ممكن وكان يتخوف وكان هناك نظرات مهمة آنذاك ونظرات مبكرة جدا في أن بريطانيا تريد أن تثير العرب والمقصود بالعرب عندما يطلق كلمة عرب آنذاك يعني عرب الجزيرة العربية والرأسهم الشريف في مكة تريد أن تثير العرب على الدولة العثمانية حتى تتولى هي مقاليد الحكم في مصر بدون منافس وكان يقول أن أمام إنجلترا قوة وحيدة للسيطرة الكاملة تحول بينه بين السيطرة الكاملة على المصر والمصريين وهي قوة الدولة العالية وهي قوة الدولة العالية العثمانية فالإنجليز يحرصون حرصا كبيرا جدا على هدم هذه القوة وإخراج قوة أخرى من بلاد العرب تكون تابعة الإنجليز هزيلة لا قيمة لها ليستطيعوا الانفراد بالمسلمين في مصر وفي سائر ديار الإسلام كان هذا الوعي وعيا كبيرا جدا وفهما متقدما من مصطفى كامل بالنسبة لزمانه أيضا له جوانب أخرى مضيئة سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل كنت حدث عن مصطفى كامل وأثري وأثر كبير في الحقيقة وهو صاحب الفضل في إنشاء الحركة الوطنية على دعائم إسلامية يعني ما نقول عن مصطفى كامل إنه داعي كبير وأنه عالم شرعي أو لا 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 هو شاب منتوثب درس الحقوق وأراد ندافع حقوق بلاده وليت عندنا يعني ليت شبابنا يحذون حذب مصطفى كامل في الاهتمام ببلادهم وحقوقها والعمل من أجلها وبذل زهرة شبابهم مثل ما صنع مصطفى كامل في الحقيقة فهو يعني له فضل كبير جدا في أساء معالم الحركة الوطنية على دعائم إسلامية بينما بعده وبعد محمد فريد وحافظ رمضان استلم حزب الوفد الراية وكان حزبا علمانيا كما نعلم يعني بنى الحركة الوطنية على دعائم علمانية لا علاقة لها بالدين كما هو معلوم وستتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى بإيجاز في الحلقات بعض الحلقات القادمة فهذه يعني ميزة كبيرة تحسب لمصطفى كامل رحمه الله تعالى كان عبدالله النديم تلقفه تلقفه وعلمه ونقل إليه الأفكار هذه الثورية المتقدمة ونصحه أن يتجنب أخطاء العرابيين في الثورة المباشرة وأن يكون هادئا وأن يكون حكيما لبقا واستجاب فكان الطالب في مدلسة الحقوق وهو الذي قاد مجموعة الطلاب لإحراق المقطم المجلة العميلة أو الجريدة العميلة تحدث عنها فيما سبق في بعض الحلقات عميل الإنجليز تماما وجريدة في الحقيقة سيئة جدا وكان على رأسها بعض نصارى الشام وسار مع مجموعة الطلاب أحرق المقطم وذلك لأن الخديو عباس حلمي الثاني أراد أن يعين حسين فخري عوض عن المصطفى فهمي الذي هو عميل الإنجليز ما وفق له الإنجليز وطروه أن يعين رياض باشا كانت المقطم مع الإنجليز في هذه الدعوة ضد الخديوي فانتقم منهم مصطفى كامل وأحرق دارهم يعني شاب كان شابا ورأس مجموعة الطلاب بتؤدي هذا العمل الوطني الكبير في الحقيقة لأن هؤلاء نسأل الله العافية المقطم كانت ضد الإسلام والمسلمين وضد الحركات الوطنية القائمة على أساس إسلامي في مصر بشكل مزري ومزري جدا آنذاك كان مفصيحا مؤثرا ومعظم طلبة الحقوق يعني كانوا كذلك الخطابة كانت لأسمانهم آنذاك كان فصيحا مؤثرا واعتمد على الخطب وجمع الناس حوله في اسكندرية وفي القاهرة وفي أماكن ويخطب فيهم وهو مؤثر وفصيح فكان يستجيب الناس له ويتبعونه وسار له جمهور شعبي كبير وكبير جدا لأنه أول من طالب جهرا وبقوة وبجرأة ومناهض كان بعد ذلك للإنجليز والخديو الخديوي عباس حلمي الثاني ساءت العلاقة بينهم بعد ذلك بجرأة قوية جدا يطالب بحقوق مصر الوطنية دعا أيضا في خطوة متقدمة جدا ورائعة إلى إنشاء مدارس تقوم على جمع بين الدين والدنيا وهذا فهم متقدم لأن الناس في زمانه كانوا أحد أصناف ثلاثة جامدون على ما عندهم من تراث لا يدون التغيير ولا يدون أي استفادة من الحضارة الغربية في شقها المادي الخير النافع وأناس آخرون يدون الذوبان تماما في الحضارة الغربية بشقيها السيء والنافع وأناس قليلون في ذلك الزمان المتقدم يرون الاستفادة والجمع بين الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وبين الأجزاء المهمة في الحضارة الغربية النافعة وكان مصف كامل منهم ودعا إلى إنشاء مدارس على هذه الشاكة تجمع بين الأمرين وهذا فهم أيضا متقدم ومتقدم جدا منه رحمة الله تعالى عليه كان يناصر دائما قضايا العثمانية وكان يطلب من الدولة العثمانية ألا توقع على اتفاقية 1899 لأن حتى تكتمل الذي وقع مصف فهمي العميل الإنجليز رئيس الوزراء في مصر وذكرت لكم حلقة الماضية حلقة السودان سوء هذه الاتفاقية وأختار هذه الاتفاقية على مصر فكان يناشد دولة عثمانية ألا توقع دولة عثمانية كانت ضعيفة في مراحل الأخيرة فما كانت تملك نفسها شيئا كثيرا ولا لغيرها لكن يعني على الأقل كان يريد يعني كان يخاطب الدولة العثمانية ويحثها على المقاومة ويحثها على الافتخار والعزة بإسلامية وقوتها ويبين لها أن المصريين معها ويساندونها وهذا كان صوتا نشازا في المنظومة التي كانت آنذاك لأسف شديد في زمانه رحمة الله تعالى عليه يعني أيضا صاحب الشعار المعروف الذي كان بدأه في أول خطبة في القاهرة سنة 1898 عندما قال لا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس أصبح هذا مثل الشعار من حزب الوطني بعد ذلك وهنا طبعا كلام طويل على أفكار مصطفى كامل أنا أحاول ألخصه ما أريد أن أطيل في هذا وكلام في الحقيقة متقدم ورائع يقول واجب العثماني والمسلمين أمام عداوة إنجلترا للدولة العالية يعني العثمانية أن يجتمعوا حول راية الخلافة وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم ولو تفان الكثيرون منهم يعني هلك الكثير منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبدا الدهر سادة لا عبيدة هذا الخطاب كان محفزا خطاب غريب أنا ذاك وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة المقدسة وأن يعززوها بالأموال والأرواح ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وبقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية يعني كلام كلام رائع وجيد أيضا في عمل خطوة متقدمة جدا أصدر صحيفة اللواء أصدرها تقريبا 1317 شجرية 1900 ميلادية على رأس القرن العشرين أنشأ صحيفة اللواء وكانت جريدة شعبية تنافس المؤيد لعلي يوسف وانتشرت انتشارا كبيرا وتلقفها المصريون نسبة لذلك الزمان كان انتشارا واسعا حوال ثلاثة ألاف نسخة كل يوم كانت انتشارا كبيرا في زمن كانت الأمية فيه غالبة وكانت تسليم فيه الإنجليز هو الأصل يعني مجلة كان دائما ينشر أخبار العالم الإسلامي وكان هذا يثير النصارى في المقطم وفي الجرائد العميلة هذه ويقول ما النومان هذا العالم الإسلامي يظل يذكره مصطفى كامل في جريدته وهذا طبعا مهم ومهم جدا وشابه صنيع المنار والمؤيد وطبعا هنا طعن في وطنية مصطفى كامل بسبب دعوته دائما إلى الجامعة العثمانية والدولة العثمانية فكان يقول أبدا الدين والوطنية أمران متنازمان لا خلاف بينهما نحن نطالب باستقلال الوطن ونطالب بحركة وطنية في بلادنا لكن على دعائم دينية ودعائم إسلامية ومن حقنا ومصر أغلبية ساحقة المسلمون فيها من حقنا نطالب بهذا وبين يعني في حقيقة فهم متقدم وواعي بالنسبة لزمنه رحمة الله تعالى عليه أيضا أمر مهم جدا في دعوته كان يقول أن هناك أسبابا واحدة لتأخر المسلمين وأن نهضتهم تكون بوسائل واحدة أيضا وأن الإسلام ليس عقيدة دينية فقط بل هو قانون اجتماعي أيضا وهذا الشمول في فهم الإسلام كان غريبا آنذاك بسبب عدة عوامل أيضا هو أبرز هذا الشمول ووضحه في كلام رائع وقوي كان الخديوي يشجع عباس حلم الثاني يشجع مصطفى كامل ثم ساء ما بينهما هذا سأتي عليه في حلقة القادمة إن شاء الله مصطفى كامل كان يأمل من الفرنسيين أن يساندوه في حركته الوطنية هذه لكن الفرنسيين دوما أبدا يخذلون المصريين كانوا منذ أيام محمد علي إلى ذلك الوقت وإلى بعده إلى استقلال مصر والفرنسيون في سلبية عجيبة وطبعا هذا اتفاق أوروبي محد بين أنجلترا وفرنسا كان يؤمل آمانا على فرنسا لكن حادثة فاشودة حادثة سريعة أذكرها بسرعة في أثناء توسع الإنجليزي المصري في السودان بعد أن قرر كرومر إعادة استرداد السودان ذكرتها في الحلقة الماضية كان الفرنسيون قد استولوا على فاشودة مدينة سودانية في النيل هنا أرسلوا حملة الإنجليز حملة مصرية إنجليزية مشتركة وطردت الفرنسيين من فاشودة هذا الكلام كان سنة 1898 كان متوقع أنه بعد طرد الفرنسيين من فاشودة أن يساعد الفرنسيون المصريين في طلب الجلاء القوات البريطانية من مصر لكن الفرنسيين طبعا خذلوا المصريين حصل هناك شيء اسمه اتفاق ودي بين إنجلترا وفرنسا سنة 1904 هذا اتفاق الودي أطلقت فيه فرنسا يد بريطانيا في مصر ولم تعدوا طالبها بالجلاء كما كانت تفعل دوما قبل هذا التاريخ مقابل أن تطلق بريطانيا يد فرنسا في مراكوش يعني المغرب الأقصى وكان يشارع ليه بمراكوش أنا ذاك انظروا كيف بلاد الإسلامية تقسم ويتلاعب بها تلاعبا عجيبا فبعد هذا الاتفاق الودي انهارت آمال مصطفى كامل تماما في الفرنسيين ولم يعد يعتمد عليهم في أي شيء أبدا وقرر أن يتجه إلى المصريين في الداخل يثير فيهم روح الحماسة والحمية مع المحافظة على العلاقات الودية مع تركيا لكن كان في الوقت نفسي قد عرف في قرارة نفسي أن تركيا لا تملك لا تملك له شيئا كبيرا في هذا الباب لكن ما زال الولاءه لها وحبه الكبير لها في الحقيقة حتى تمثل هناك حادثة مد السكة الحديد بين معان والعقبة وصارت مشكلة بين مصر وتركيا في هذا سانت تركيا هو بكل قوة وفي كل مشكلة تقع بين مصر الإنجليز يعني الإنجليز في مصر وبين تركيا كان يقف في صف تركيا وبقوة فكان ولاءه العثمانيين دوما وأبدا إلى أن مات رحمة الله تعالى لكن كان يعلم في قرارة ذاتي أن العثمانيين في مراحلهم الأخيرة وما يستطيع أن يقدموا له شيئا كبيرا والفرنسيون خذلوه مرارا فالتف حول المصريين ما بعد سنة 1904 انتهى أمر الاعتماد على أوروبا وأذع ذلك بكل قوة وأعلن أنه سيتجه إلى بلاده وأهل بلاده وبدأ يتحرك بقوة في أوروبا لنشر القضية المصرية وبيان حقوق المصريين في بلادهم وقال إن المعتمد على أوروبا واقف على هاوية عميقة القرار عميقة القرار أيضا مصطفى كامل في الحقيقة كان صاحب شخصية قوية واستطاع فعلا أن يجذب عددا كبيرا من المثقفين حوله على رأسه محمد فريد محمد فريد رجل أيضا وطني إسلامي الميول إسلامي النزعة عثماني نزعة أيضا ومثل مصطفى كامل لكن تأثيره ليس مثل تأثير وجاذبية شخصيتي ليست مثل جاذبية شخصية مصطفى كامل لكن عموما مصطفى كامل أوصى أن يكون محمد فريد من بعده وهو أحد الذين استفاهم واستطاع أن يصطفي عددا كبيرا من المثقفين ومن الموظفين وقليل من الأعيان وعددا كبيرا جدا من الطلاب وكان يجذب الطلاب إليه ويأتي إليه الطلاب من الجامعة المصرية ما كانت الجامعة كان مدلسة الحقوق ثم صارت جامعة بعد موته المهم ويأتي إليه الطلاب ويسمعون منه واوة فاستطاع أن يكون قوة شعبية رائعة ورائعة جدا كيف سائر أعماله بعد ذلك ماذا صنع كيف انتقلت السلطة إلى محمد فريد بعد موت المفاجئ والمبكر جدا لمصطفى كامل كيف هذه الحركة الوطنية بعد ذلك ضعفت ثم تلاشت وانتهت سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر